درستم سابقاً عن التدرج ولكن ما هو التدرج في سياق منحنة دالة؟ تشاهدون أمامكم رسماً ثلاثية الأبعاد للدالة F لXY يساوي X تربيع زائد Y تربيع مدخلات هذه الدالة ثنائية الأبعاد والتي يمثلها المستوى XY نفسه أما المخرج أحادية البعد فيمثل ارتفاع المنحنة عن سطح هذا المستوى تعلمتم أن التدرج هو مؤثر أي دالة تقوم بإنجاز نوع من العمليات على دالة أخرى أي تدخل دالة وتخرج دالة أخرى ويرمز إليه باستخدام مثلث مقلوب في هذه الحالة التدرج له متغيرين وهما X و Y ولكن الفرق بينه وبين الدالة الأصلية هو أن دالة التدرج هي دالة مخرجها هو متجه وليس كمية قياسية وعنصري المخرج هما المشتق الجزئي للدالة بالنسبة إلى X والمشتق الجزئي للدالة بالنسبة إلى Y حاولوا الآن إيجاد المشتقات الجزئية ابدأوا أولا بالنسبة إلى X في هذه الحالة X يكون متغيرا أما Y فيبقى ثابتا وعليه المشتق الجزئية هي 2X أما المشتق الجزئية بالنسبة إلى Y فهي العكس أي X ثابت أما Y فيكون متغيرا وبهذا تكون المشتق الجزئية تساوي 2Y وهكذا يتضح لكم أن التدرج هو دالة ذات متغيرين مخرجاتها هي عبارة عن متجه ويمكنكم تصورها باستخدام حق المتجهات ولكن كيف سيكون شكل حقل المتجهات هذا عند تمثيله بيانيا يمكنكم إيقاف الفيديو إن أردتم التفكير بالأمر حسنا هذا هو شكل حقل المتجهات الذي يمثل دالة التدرج هذه كما تشاهدون حقل المتجهات هذا هو عبارة عن عدد من المتجهات التي تشير بعيدا عن نقطة الأصل ولمعرفة السبب وراء ذلك اختاروا نقطة من المدخلات ولتكن لها الإحدافيات Y لو كان هناك متجه ينطلق من نقطة الأصل وصولا إلى تلك النقطة لكان شكله هكذا ولكن عندما تنظرون إلى الدالة تجدون أن المخرجات هي ضعف هذا الحجم أي أن المتجه سيكون حجمه ضعف حجمه الحالي وعندما ينطلق المتجه من النقطة YX سيبدو هكذا وسيشير بعيدا عن نقطة الأصل وعليكم أن لا تنسوا أنه عند رسم حقول المتجهات لا ترسم المتجهات بطولها الأصلي بل ترسم بأطوال أصغر بكثير من الطول الأصلي وتكون كلها بنفس الطول كما ترون هذا لأن استخدام أطوال المتجهات الحقيقية ستجعل رؤية الرسم صعبة جدا ولتمييز أطوال المتجهات تستخدم الألوان كالتي أمامكم فاللون الأحمر مثلا يشير إلى المتجهات الأطول بينما الأزرق يشير إلى المتجهات الأقصر السؤال الآن هو ما هي علاقة هذه المتجهات بالتمثيل البياني للدالة الأصلية؟ العلاقة بينهما مثيرة للاهتمام افترضوا أن لديكم هذه النقطة وأنكم تريدون معرفة الاتجاه الذي سيساعدكم على زيادة ارتفاعها بسرعة من الواضح أن عليكم التحرك للأعلى صحيح؟ فلن تتحركوا إلى الخلف أو اليمين أو اليسار لو قمتم بإسقاط هذه النقطة على مستوى YX أو فضاء المتخلات هكذا لو وجدتم أن المتجه الذي يشير إلى الاتجاه الذي عليكم السلوكة لزيادة ارتفاع النقطة يشير بعيداً عن نقطة الأصل ولو نظرتم إلى الرسم من منظور سفلي تلاحظون أنكم قادرين على زيادة ارتفاع أي نقطة من خلال الابتعاد عن نقطة الأصل لأن التحرك بعيداً عن نقطة الأصل يكون صعوداً وفي الاتجاه الأشد حداراً فكما تلاحظون أيضاً أن جميع الأسهم تشير بعيداً عن نقطة الأصل وعليه يمكنكم الآن معرفة أن التدرج هو حق المتجهات يشير في اتجاه الصعود أو الارتفاع الأشد حداراً انتقلوا الآن إلى مثال آخر تشاهدون أمامكم رسماً آخر لدالة وحق المتجهاتها وكما ترون فجميع مخرجات هذا الرسم سالبة فهي جميعاً تحت مستوى XY وهنا أيضاً تشاهدون حق التدرج هذه الدالة أو حق المتجهات الذي مثل تدرج الدالة تلاحظون هنا قرب القمة أن جميع المتجهات تشير إلى الهضبات أو المناطق المرتفعة من الرسم وكأنها تشير إلى اتجاه سيادة قيمة المخرجات أي كما قلنا اتجاه الصعود الأشد حداراً ولكن هل هناك علاقة بين طول المتجه والرسم البياني؟ انظروا إلى هذه المتجهات الحمراء هذه المتجهات طويلة جداً ولا تكفي هذه الرسمة لعرضها حقاً لأن مخرجات هذا الرسم تنخفض بسرعة بعد موقع معين وهذا يعني أن هذه المتجهات تتقاطع مع نقاط ذات ميل كبير جداً أما المتجهات الزرق هنا فهي تتقاطع مع نقاط ذات ميل منخفض وهذا لأنه عند بلوغ القمة يقترب الميل من الصفر فالسطح يصبح مستوياً أكثر وعليه فطول متجه التدرج يعبر عن الانحدار أو مدى انحدار اتجاه الصعود الأشد انحداراً أو إذا تخيلتم أنكم تصعدون على جبل فيعبر عن مدى انحدار هذا الجبل أو ميله لكن لماذا تحصلون على اتجاه الصعود الأشد انحداراً أو التدرج عندما تدخلون مشتقة جزئية داخل متجه؟ هذا ما سنتحدث عنه في الفيديوهات القادمة انتهى الدرس